عبد الوهاب مهندس فلاحي نجح في تجربة زراعة البن وتطوير شتلات القهوة تحت بيوت بلاستيكية هنا بمنطقة بوزغاية بعدما فشل في عديد المرات وبلغت هذا الموسم مرحلة الأزهار والنطج بعد ثلاثة سنوات من نموها ويطمح إلى تكثيفها مستقبلا شجرة البن قلنا عليك ما نجربوهاش في البداية كانت سعيبة كانت أم ما تنجحش وما بعد تنجح كان نصلوا لمرحلة وما بعد نعودوا وما بعد نعودوا حاليا وصلنا لمرحلة متقدمة حوالي 70 إلى 80% اللي عندها شجرة عندها ثلاثة سنوات وين بدأت درتنا الإزهار في شهر ماي والثمار نحن كما نعرفه في شهر شجرة البن يوجدو حتى نوفمبر شهر نوفمبر هذه التجربة واجهت متاعب وتحديات لقساوة الطبيعة خلال هذا الموسم إلى أن ذلك لم يثني من عزيمته وجعلته ينتقي سلالات مقاومة تناسب ترابة ومناخة المنطقة صيف اللي فات وصيف اللي قبل وجاز التمليحة لكن هذا صيف كان حالة خاصة يعني صح خسرنا عدة أشجار وعدة نباتات مازلنا لكن مازلتنا مع التجارب نحن الهدف تعنا أن الشجرة العلبون تتأقلم نوعا ما يعني مع البيئة نحن جربنا نوعين تيبيكا وبوغبون هذون نوعين يعني ريزيستو يعني قاوموا وين خلونا نحتامدوا عليهم ونزيدوا نديروا في عملية التكثيف الحاج محمد الذي منحه الأرض وفتح أبواب مستثمرته لتحقيق تجربة زراعة القهوة ساهم بدعمه المعنوي وجهده العضلي وخبرته في مجال الزراعة ومكافحة أمراض النباتات هي تجربة ناجحة بسواعد خيرة شباب هذا الوطن فقط تحتاج إلى التفاتة من قبل السلطات المركزية لمساعدتهم على تكسير الأوهام وتحقيق الاكتفاء الذاتي في دولة بحجم قارة تنمو فيها كل الأصناف النباتية ترجمة نانسي قنقر